حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبني حزامين أنه مر بأناس من أهل الذمة قد أقيموا في الشمس بالشام فقال ما هؤلاء قالوا بقي عليهم شيء من الخراج فقال إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس قال وأمير الناس يومئذ عمير بن سعد على فلسطين قال فدخل عليه فحدثه فخل سبيلهم حدثنا أبن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن هشام بن حكيمين أنه مر بالشام على قومين من الأنباط وقد أقيموا في الشمس فذكر معناه حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة أنهما حدثاه عن عروة بن الزبري أن هشام بن حكيمين رأى ناسا من أهل الذمة قياما في الشمس فقال ما هؤلاء فقالوا من أهل الجزية فدخل على عمير بن سعد وكان على طائفة الشام فقال هشام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عذب الناس في الدنيا عذبه الله تبارك وتعالى فقال عمير خلوا عنهم حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني شريح بن عبيد الحضرامي وغيره قال جلد عياض بن غنمين صاحب داري حين فتحت فأغلظ له هشام بن حكيمين القول حتى غضب عياض ثم مكث لياليا فأتاه هشام بن حكيمين فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس فقال عياض بن غنمين يا هشام بن حكيمين قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطاء بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه لهوى إنك وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجتريء على سلطان الله فهل خشية أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى حثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أنه بلغه أن عياض بن غنمين رأى نبطا يشمسون في الجزية فقال أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا حثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبيري أن هشام بن حكيم بن حزامين وجد عياض بن غنمين وهو على حمص يشمس ناسا من أن نبطي في أداء الجزية فقال له هشام ما هذا يعياض إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا حنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبن أخي ابن شيهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبيري أن عياض بن غنمين وهشام بن حكيم بن حزامين مر بعمل حمص وهو يشمس أنباطا في الشمس فقال أحدهما للعامل ما هذا يا فلان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا